في هذه الجولة سنصحبكم بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية وكذلك سنأخذ أحد العنوين من الصحافة العبرية ومن ثم سننتقل بعد كل هذا إلى قراءة في أبرز العنوين ضمن الصحافة الإلكترونية ودعونا نبدأ جولتنا التي سنناقش فيها هذه العنوين أبدأ بعرضها بشكل سريع وتحديدا من الصحافة البريطانية عيث الغارديان التي عنونت بريطانيا تعجل بشراء خمسة ملايين جرعة من لقاح كورونا فيما صحيفة انديبندنت فكتبت فجوات كبيرة في محادثات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي واقتراب نهاية جدول الخروج ثم موقع ميدل إيست مونيتور الذي عنونا لهذا اليوم وتساءل ما الاتجاه الذي سيتخذه بايدن في سوريا أما موقع ميدل إيست آي كتب خطيبة خاشقجي تطالب زعماء العالم بمقاطعة قمة العشرين ثم سننتقل بعد ذلك لعنوين الصحافة العربية والتي اخترناها بداية من صحيفة القدس العربية التي عنونت في صدر صفحتها وفد بحرني في القدس المحتلة والاحتلال والاتحاد عفوا الإماراتية تروج لرحلاتها بهيكل سليمان فيما صحيفة الشرق الأوسط فكتبت روسيا وإيران تراقبان اختيار خليفة وليد المعلم أما صحيفة الأخبار اللبنانية فعنونت واشنطن تمنع تأليف الحكومة وتقصد الحكومة في لبنان ومن الصحافة العبرية اخترنا لكم هذا العنوان إسرائيل اليوم يقول تقرير استخبار إسرائيل يدعو لتعميق العلاقات مع إفريقيا وفي المواقع الإلكترونية نستعرض لكم أبرز ما جاء في موقع الجزيرة نت والخليج الجديد ومن ثم موقع عربي 21 وسنختم بالعنوين من موقع بي بي سي عربي دعوني أبدأ وإياكم الآن بنقاش وتحليل كل هذه العنوين وتحديدا أبدأ من الصحافة البريطانية لهذا اليوم من لندن من العاصمة هناك أرحب بالصحفي عادل الحامدية الذي يصحبنا عبر سكايب أستاذ عادل أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى أسعد الله يومك ويوم المشاهدين الكرام ويومك أيضا بريطانيا تعجل بشراء خمسة ملايين جرعة من لقاح كورونا بحسب صحيفة الغارديان وربما هي كمية قليلة مقارنة بعدد السكان وعدد الإصابات كذلك اليوم في بريطانيا ليس كذلك بالتأكيد طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذه من تباشير الخير التي بدأت تلوح في العالم بعد هذه الأشهر العصيبة من هذا الوباء الذي ما زال يفتك بأرواح مئات الألاف من البشر في مختلف قرات العالم الآن يتحدثون عن أن هذا الدواء الأخير بربما هو فعال بنسبة 95% النقاش الذي يدور هنا في المملكة المتحدة وربما نقاش ساخن ويتم تحبيل المسؤولية فيه لرئيس الحكومة جونسون عندما قالوا له بأنك فقط اقتريت 5 مليون جرعة من هذا الدواء الذي قيل بأنه فعال بنسبة 95% وتمت مؤاخذته لماذا كان هذا الحجم القليل هنا نقاش أيضا حول الجهود أو المساعد التي تقوم بها جامعة أكسفورد العريقة في المملكة المتحدة والتي كانت ربما قاب قوسينيا وأدنى من الوصول إلى لقاح قد يكون هو الآخر فعال بنسبة تضاهي هذه النسبة هناك الآن ربما سباق محموم بين مختلف العواصم الدولية سواء تعلق الأمر بواشنطن أو برلين أو لندن أو حتى موسكو أو حتى بكين هذا الصراع أو هذا التنافس إلى جهاز التعبير بدأ يؤتي أكله وما زلنا الآن في بداية الحديث عن هذا اللقاح الذي بدأت بريطانيا عمليا يوم السابع عشر أي اليوم تبدأ بإعطاء بعض الجرعات في السن والي ربما المسؤولين عن قطاع الصحة في بريطانيا وبالتالي فنحن أمام ربما تقدم كبير وتحول كبير في مواجهة هذا الوباء وأعتقد بأن الأيام المقبلة سوف تشهد تطورات دراماتيكية لجهة تطويق هذا الوباء ولجهة عودة العالم مرة أخرى إلى حياة لا أقول كما كانت قبل الكورونا وإنما إلى حياة على الأقل فيها من الحيوية والإطمئنان الكثير عملية التطويق هذه أستاذ عادل إذا ما كان الخبراء قد تحدثوا تحديدا حول الوضع في بريطانيا بشأن كيفية التعامل مع الموجة الثانية أم أنها ربما القول بوجود هذا اللقاح واكتشافه وهذه النسبة المهمة 94% من النجاح فيه قد أصبحت الموجة الثانية أو الحديث عنها من الماضي لا ليس دقيقا أن الموجة الثانية أصبح الحديث عنها من الماضي أنت تتحدث عن أن بريطانيا ما زالت تتصدر الدول الأوروبية في عدد الإصابات بوباء كورونا ثم أيضا بعدد الوفايات نحن الآن تجاوزنا الخمسين ألف هنا في المملكة المتحدة أيضا ما زال هذا الوباء يفتك بأرواح المئات في مختلف العواصم العربية والعالمية وبالتالي القول بأن الموجة الثانية قد انتهت أو أصبحت الماضي هذا ربما لا يزال من المبكر هناك محاولات واجتهادات من بعض الدول سواء فيما يتصل بالإغلاق أو فيما يتصل بشروط السلامة لكن عندما يتم الحديث عن اللقاح بحجم هذه التجارب ربما نحن أمام تحول حقيقي في التعاطي مع هذا الوباء وربما هذا يؤكد مرة أخرى بأن الذين كانوا يتحدثون عن أن الوباء هو أشبه بالمؤامرة هذا هو الذي بدأ يتراجع الآن أمام اجتهادات العلماء الذين أكدوا مرة أخرى بأن هذا الوباء هو تطور طبيعي ضمن الأوبئة المستجدة وأنه ربما هذا اللقاح الذي حصل هو نتيجة لاجتهادات كبيرة من علماء في مختلف الدول العاصم العالمية وفي مختلف المختبرات الخاصة بإبداع الأدوية لمواجهة مثل هذه الأوبئة ماذا بشأن الإجراءات؟ هل معنى ذلك بأن الحكومة البريطانية ربما تتراجع في قادم الأيام عن مسألة الإغلاق الذي فرد قبل فترة بسيطة؟ لا ليس من الوارد الآن التراجع عن هذه الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها هناك الضغوط من بعض الاقتصاديين في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها غير مباليين بموضوع الوباء الإجراءات ما زالت على حالها الإغلاق ما زال يستيستمر إلى يوم الثاني من كانون الأول ديسمبر المقبل وأعتقد بأن الإجراءات التي تم اتخاذها الآن وبداية التلقيح التي يمكن أن تحد نوعا ما من انتشار هذا الوباء قد تكون مقدمة لإعادة فتح افتتاح أو العودة إلى حياة أقل ربما تضييق في البرحلة المقبلة لكن ليس هناك أو ليس من الوارد حتى لدى الأكثر تفاؤلا بإمكانية الذهاب بسرعة أو نقلة نوعية إلى العودة إلى باكات عائلة الحياة بشكل طبيعي ما زالت الوباء ما زال يشكل خطرا يهدد حياة الناس والالتزام بالإجراءات الصحية ما زال أيضا مطلب الجهات الصحية المختصة وأيضا حتى السياسيين ورجال الأعمال ما زالوا هم الآخرون في هذا التال حتى أننا نتحدث الآن مثلا عن عمال مطار هيثرو يستعدون في ديسمبر المقبل لإزراء ربما إضرابات بسبب الإزراءات أو القرارات ربما أحس بها أنها ظالمة للتخلص أو التخلي عن ألاف من العمال بسبب هذه الجائحة أعتقد بأننا ما زالت من المبكر الحديث عن العودة إلى الحياة الطبيعية ما زالت الإزراءات الضرورية وما زالت الاحتياطات لوقاية الناس من هذا الوباء ما زالت ضرورية ولازمة وملحة كورونا ليس هو الوحيد الذي يشغل الحكومة البريطانية أستاذ عادل الانديبندنت أيضا تحدثت عن فجوات كبيرة في محادثات بريطانيا التجارية مع الانتحاد الأوروبي واقتراب نهاية جدول الخروج ماذا في تفاصيل هذا العنوان التفاصيل يتحدثون عن أن الخلافات ما زالت كبيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالجوانب الاقتصادية تحديدا وربما يعتبر بند صيد الأسماك هو العنوان الأبرز في هذه المفاوضات وأن بريطانيا ما زالت تنتظر أو هكذا يقول التقرير بأن الحكومة البريطانية ما زالت تنتظر التنازلات من الوفد المتصل بالاتحاد الأوروبي لجهة تقديمه تنازلات فيما يتصل بالصيد الأسماك وحتى فيما يتصل بالبضائع التي تدخل من أوروبا إلى المملكة المتحدة ربما المخاوف أيضا تأتي من إرلندا ومن سكوتلندا أن هناك مخاوف حقيقية من أنه في حال استمر الطرفان أي البريطاني والأوروبي في هذا التشدد فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية سوف يكون مكلفا للطرفين أي الطرف الأوروبي والطرف البريطاني وأن البريطانيين ربما يكونونهم الأكثر تضررا لا سيما الوحدة البريطانية التي يمكن أن تتعرض هي الأخرى إلى هزة كبيرة لا سيما وأن هناك أطراف داخل المملكة المتحدة ما زالت ترافي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي علاقة ضرورية ومهمة ونحن هنا نشير إلى إرلندا الشمالية وبالتالي فالخلاف الاقتصادي القائم بين لندن وبريكسال فيما يتصل بالخروج والاتفاق على طبيعة التعاملات الاقتصادية وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي من تنازلات لجهة الحفاظ على علاقات مستقرة مع بريطانيا ربما هذا ما زال من مبكر وقد تجد بريطانيا نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى الإقدام على التنازلات لا سيما وأن حليف بريطانيا الرئيسي وآله هنا واشنطن أي أمريكا تتعرض هي الأخرى الآن إلى هزات تعريفة بسبب الانتخابات التي أسقطت ترامب صديق جونسون الحميم ثم أيضا بسبب تداعيات وبأكرونا على الاقتصاد الأمريكي وهي تداعيات يمكن أن تعرقل أي ربما إسناد أمريكي للمملكة المتحدة في حال خرجت من أوروبا دون اتفاق نهائي يضمن مصالح بريطانيا الاقتصادية باختصار أستاذ عادل ما هي التنازلات التي قد تقدم عليها بريطانيا التنازلات التي يمكن أن تقدم عليها بريطانيا هي أن تقبل مرة أخرى بشروط الاتحاد الأوروبي وأن التجارة المعمول بها هي يجب أن تخضع للقوانين أو من المطلب التجارة العالمية وأن الأوروبيين من حقهم أن ربما يصلوا إلى المياه البريطانية وأعلى هنا المياه المتزلة بإرلندا الشمالية وهي ما زالت ربما عضو في الاتحاد الأوروبي دون الحديث عن ضراءة إضافية إذا أقدمت بريطانيا على مثل هذه التنازلات فإن ذلك قد يسهل الأمور أفضل وقد يدفع الأوروبيين إلى الإقدام على بعض التنازلات التي قد تضمن هي الأخرى بعض المصالح الاقتصادية البريطانية فيما يتصل برؤوس المال والمقيمين الأوروبيين في بريطانيا أو البريطانيين المقيمين في الدول الأوروبية طيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والجدل القائم بشأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة هناك موقع ميدل إيست مونيتور تسأل ما الاتجاه الذي سيتخذه بايدن في سوريا طبعا التقرير هو عبارة عن مقال رأي وهو يرصد السياسات الأمريكية تجاه الملف السوري طبعا يقول بأن الديمقراطيين حتى أيام باراك أوباما لم يكونوا جدين في مسألة الحل أو الوصول إلى حل ينهي الأزمة السورية وهو أيضا ينطلق من أن السياسة الأمريكية الخارجية لم تكن عاملا مؤثرا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة وهو يقول أيضا بأن أولويات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المنتخب الديمقراطي تتعلق أساسا بقضايا داخلية أي مواجهة وباء كورونا ثم إنجاز الوحدة الأمريكية الوحدة الداخلية أي معالجة الإقسام الذي تركه التنافس بين الجمهوريين والديمقراطيين على الرئاسة ثم في مرحات أخرى هو فيما يتصل بالسياسة الخارجية هو العودة إلى الاتفاق العالمي للمناخ ثم أيضا معالجة الملف النووي الإيراني والعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وأن ربما هو يستخلص من هذه السياسات أو هذه التوجهات العامة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما سوف تستمر في سياساتها التي دفحت سابقا بالديمقراطي باراك أبابا عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بأن يترك الملف السوري بيد الروس وربما الآن قد تجهت بعض التغييرات لكن هي تغييرات كذلك محسوبة باعتبار أن المرشحة الديمقراطية تجه إلى العودة لاتفاق النووي بالعمل مع إيران وأن هذا قد يشجع إيران وحلفائها في المنطقة وبالتالي يعيد الحياة مرة أخرى إلى النظام السوري أو يعيد إحياء النظام السوري مجددا المقال وهو عبارة عن مقال رأي تشخيصي أكثر منه يتحدث عن وقاع وهو أيضا يشير إلى توجهات عامة وإلى ملامح السياسة الخاملية الخارجية ومحدداتها والشروط التي تتحكم في إدارتها وليس عن معلومات وهو في نهاية المطاف ينتهي إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن ربما يكون أكثر نعومة في التعامل مع الملف السوري بمعنى أنه لن يقبل باستبرار الانتهاكات المستمرة من نظام السوري وحلفائه ضد الشعب السوري لكنه أيضا لن يكون حاسما في إنهاء هذا الملف لجهة التدخل في الشأن السوري مباشرة وإنهاء عهد بشار الأسد آخر ما لدينا من عنوين ساذ عادل هو من موقع ميدل إيست آي الموقع كتب وعنونا خطيبة خاشقجي تطالب زعماء العالم بمقاطعة قمة العشرين لماذا هذه المقاطعة أو هذه المطالبات من قبل خطيبة خاشقجي وفي أي سياق أيضا تأتي هذه المطالبات طبعا بعد أربعة أيام من الآن سوف تستضيف العاصمة السعودية الرياض افتراضيا قمة دول العشرين للمرة الأولى طبعا قمة دول العشرين التي تضم عواصم وأطراف وقوى دولية مهمة ربما استضافتها من طرف الرياض دون الإشارة إلى الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية بحق حقوق الإنسان سواء فيما يتصل بالإعلامي جمال خاشقجي وغيره من الإصلاحيين الموجودين الآن داخل السجون أو النساء التي يقبعنا في السجون منذ العام 2018 بسبب رأيهن في مطالبتهن بحقوقهن في المملكة العربية السعودية هذا يجعل من اجتماع أو قمة بحجم قمة دول العشرين أن تضف هي الشرعية على مثل هذه الانتهاكات خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي التي كانت تتحدث في أحد المحاضرات الحقوقية تقول بأن جثة خطيبها أو زوجها الذي كان مقترد ما زارت إلى حد الآن مفقودة وأن الجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية في القنصرية السعودية في إسطنبول التركية ما زارت لم تنتهي بعد ولم تكشف كل تفاصيلها بعد وأن المطلوب من دول العالم جميع بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يقيم فيها جمال خاشقجي قبل وفاته والتي كان يكتب في أحد صحفها عمودا مهما في الواشترين بوست أيضا مطلوب منها أن تتحرك من أجل الضغط على السلطات السعودية ليس فقط لكشف الحقيقة عما جرار جمال خاشقجي وكشف جثته أين توجد الآن وإنما وهذا هو المهم أن يتم استئصال السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وإفراغ السجون السعودية من مرتديها من معتقلي الرأي وربما أيضا في مرحات الأخرى السماح بحرية الرأي والتعبير داخل المملكة العربية السعودية نحن نعلم بأن جنكيس خان هي جنكيس خديجة جنكيس هي تركية الجنسية لكنها تتحدث الآن عن خطيبها السعودي وأن هذه مناسبة مرة أخرى للحديث عن هذا طبعا هذا الحديث ربما من المهم جدا هذا الحديث الآن ليس فقط لأنه يهم الشأن السعودي وإنما أيضا وهذا هو الأساس لأنه يأتي في ظل مطالب دولية من السلطات السعودية لإنهاء هذا البنف قبل أيام هنا في بريطانيا كسفت صحيفة ألغاردن حديثا للسفير السعودي هنا قال فيه بأن السلطات السعودية تتجه للإفراج عن عدد بناء المعتقلات في سجونها وهذه كلها إشارات إيجابية وربما تدفع مرة أخرى إلى مرسل مزيد من الضغط على النظام السعودي الذي يعتبر الآن من أهم الأنظمة انتهاكا لحقوق الإنسان في المنطقة شكرا لك الصحفي عادل الحامدي كنت معنا معلقا على الأخبار والعنوين من الصحافة البريطانية كنت معنا من لندن عبر سكايب دعونا الآن مشاهدين نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار الدولية ثم نعود في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ مهمة بايدن الأساسية تصحيح أخطاء ترامب ماكرون يشكو من سوء فهم إعلام أمريكا لمعاملة المسلمين العقوبات الأمريكية بسوريا تضر بالفقراء وليس الأسد اعتبرت صحيفة الجاردين البريطانية في افتتاحيتها أن مهمة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأساسية تتمثل في ترميم ما أفسده دونالد ترامب واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى تصريحات ليفيونا هيل الخبيرة السابقة في إدارة ترامب بشؤون روسيا قالت فيها إن الأخير عرض من أعراض التواعق والانحطاط والتحلل وتبعت الجاردين بأنه في الوقت الذي انتهزت فيه بعض الدول لفرصة رئاسته عبرت أخرى عن رعبها ولهذا السبب راقب العالم الانتخابات الرئاسية كما لم يحدث من قبل وشعر الناس بالراحة لفوز بايدن تحت عنوان الرئيس ضد الإعلام الأمريكي نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أعده بين سميث قال فيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعاه من مكتبه المموهب الذهب للشكوى بنفسه عن تحيز الإعلام الأمريكي وأضاف النقلا عن ماكرون هناك صحف من دول تشاركون القيمة فيها صحفيون يكتبون أن لب المشكلة الفرنسية هي العنصرية في فرنسا والإسلاموفوبيا هذا يعني أن المبادئ ضاعت وعلق الصحفي أن منح الشرعية للعنف تهمة خطيرة من ماكرون ضد إعلامنا واتهم ماكرون الإعلام الأمريكي بأنه أساء فهم العلمانية الفرنسية قالت صحيفة الديلي تيليغراف في تقرير لها إن النخبة الغنية المقربة من نظام بشار الأسد تعيش حياة الرفأة رغم العقوبات الأمريكية التي يفترض أنها تحارب الإثراء من الحرب وقال التقرير إنه بعد عقد من حرب دمرت اقتصاد سوريا فإن مزيجا من العقوبات والإثراء من الحرب أنتجت شيئا غريبا فالهدف من العقوبات هو الضغط على النظام كي يتفاوض على تسوية إلا أن المتضرر الحقيقي هم الناس العاديون وأضاف تواصل النخبة المقربة من الأسد حياتها كالمعتاد وسط العقوبات الآن سنتحول معكم إلى فقرة كاتب ومقال والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم والمنشور على موقع عربي 21 هو لرئيس تحرير الموقع فراس أبو هلال المقال جاء تحت عنوان الإمارات والاحتلال ما هو الأخطر من التطبيع ويسعدني أن ينضم إلي الآن فراس أبو هلال كاتب هذا المقال عبر سكايب سيد فراس أهلا وسهلا فيك معنا ومن البداية تحدثت بأنه بدى واضحا أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مختلف عما كان من اتفاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل لماذا أين الاختلاف تحديدا الاختلاف الذي كان ظاهرا في البداية لأي متابع هو محاولة السلطة في الإمارات تصوير الاتفاق على أنه اتفاق شعبي وليس اتفاقا سياسيا بين دولتين أو بين سلطتين وكان هذا واضحا من خلال أولا الصفقات السريعة التي تم عقدها بين شركات إماراتية الجميع يعرف بأنها ليست خاصة تماما وليست تملك حرية التصرف التجاري تماما بل هي مدفوعة من قبل السلطة فخلال أسبوع ربما أو أسبوعين تم توقيع اتفاقات لم توقع بين شركات أورتنية أو شركات مصرية وشركات في كيان الاختلال خلال عشر سنوات ربما بعد ذلك أيضا تم دفع مغردين وما يسمون بناشطي تويتر لكتابة تغريدات تشير إلى أن الاتفاق هو اتفاق شعبي وترحيب بالإسرائيليين وبالآيس كريم الإسرائيلي وغيره من الأشياء التي اتسمت بالخفة والسخافة حقيقة وليس فقط بالخطأ السياسي وأيضا تم تدبيج أغاني هذا لم يحدث في مصر حتى اليوم أو في الأردن أن تدبج أغاني للترحيب بالتطبيع والترحيب بالضيف القادم من دولة الاحتلال وكأن المشكلة هي بين شخصين أحدهما يريد زيارة الآخر حتى كان هناك تسخيف للنقاش وكله كان مدفوع من الصد هذا هو الاختلاف الذي كان طيب استدفيرا أعود إلى العنوان وفيه التساؤل ما هو الأخطر من التطبيع ما بين الإمارات والاحتلال باختصار شديد الأخطر من التطبيع هو أن يتم ترويج الرواية الصهيونية بلسان عربي وإن كان بروح عبرية أو روح صهيونية ما يجل الآن في الإمارات هو محاولة تغيير حقيقة الصراع أو الرواية أنت تعرف بأن العلاقة بين الاحتلال وبين الشعب المختل ليس فقط علاقة قمع وسرقة أراضي واحتلال وإلى آخره هناك محاولة أيضا لاحتلال الرواية الصيونية لديها رواية معينة عن هذا الصراع والفلسطينيون والعرب والمسلمون وحتى أحرار العالم من ورائهم لديهم رواية أخرى ما يجل الآن هو محاولة تغيير الحقائق آخرها مثلا ما تم أمس في أعلان لشركة الطيران الرئيسية أو إحدى شركتين الرئيسيتين في الإمارات وهي شركة الاتحاد للترويج للسياحة في الأرض المحتلة أولا هو لأول مرة الفتن أحد المعلقين أمس لأول مرة أن شركة الطيران تروج للسياحة ليس في بلدها وإنما في بلد آخر هذا يعني نقطة على البيع كما يقال لكن إذا اتركنا هذه النقطة ما تم ترويجه في هذا الإعلان أولا أن بدل الأقصى هناك وضع لإسم الهيكل الثاني وهي الرواية الصهيونية تماما عن الأقصى وهي أحد أسباب لب الصراع بين العرب وبين المحتلين أيضا نشر أسماء المدن والسوارع الفلسطينية المحتلة على أنها جزء من هذه الدولة التي تسمى الإسرائيل أيضا هناك حتى سرقة للتراث أو الأنثروبولوجي المتمثل بالطعام نرى صحن الشكشوكة الفلسطيني يروج على أنه إسرائيلي في دعايا عربية هذه الدعايا كانت دائما هي جزء من الرواية الصهيونية في الغرب يعني في الغرب نحن نشاهد مثلا ترويج أنه حتى الأشياء البسيطة أن الفلافل والسكشوكة هذه أكلات إسرائيلية يحاول الاحتلال أن يسرق ثراث وإنثروبولوجيا الشعب المحتل ويروجها في الغرب ويعمد ستراث منذ عشرة سنوات إلى تغيير أسماء الأحياء والشوارع يعمد أيضا الاحتلال إلى تغيير أسماء الشوارع في مدينة القدس وأسماء الأحياء هناك مسألة تهدم بيوت ومنازل المقدسيين وطردهم كذلك من وأشياء كثيرة أيضا حتى أن آخر الأخبار تشير إلى أن مشروع وادي السيليكون الاستيطاني تموله الإمارات طيب سيد فراز قد يفهم يعني تجاوزا مسألة أن يكون هناك تبادل تجاري أن يكون هناك مصالح اقتصادية من وراء عملية التطبيع لكن تبني الرواية بين قوسين الصهيونية ما الهدف من ورائه؟ هو الهدف تغيير الوعي العربي الشعبي تجاه فلسطين الرواية مهمة لصناعة الوعي للأجيال القادمة والأجيال الصغيرة يعني من يولد اليوم عليه أن يفهم ما هي حقيقة الصراع أن هناك دولة احتلال وأن هناك شعبا يتعرض للاحتلال والاستبداد والظلم تغيير الرواية لن يؤثر على أجيالنا نحن أو حتى الشباب الذين الآن وصلوا إلى أعمار يعني متقدمة 20 سنة 15 سنة وما فوق ولكن الأفضل الصغار حينما يتم تغيير الرواية يتم تغيير وعيهم شيئا فشايا وهذا أكبر حلم يمكن أن تتمناه دولة الاحتلال لذلك مثلا القول أيضا أن الشباب العربي لم يعد يكتر في فلسطين هذا جزء من تغيير الرواية وتروجه الإمارات يسف العتيبة في صناحاته بمركز أمن قومي إسرائيلي يعني المفارقة الأولى أنه كيف سفير عربي يشارك في مركز أمن قومي إسرائيلي والأمن القومي الإسرائيلي بالضرورة متناقض مع الأمن القومي العربي لكن إذا تجاوزنا ذلك هو يروج لفكرة أن الشباب العربي لم يعد يكتر في فلسطين وهذه غير حقيقة أو على الأفضل هي حقيقة هو يروج رواية إسرائيلية رواية صهيونية دون أن يدق فيها ودون أن يقرأ الدراسات الغربية التي تقول حتى أنه ليس فقط الشباب العربي أن الشباب في الغرب كلما قل العمر كلما زاد الاهتمام في الصراع العربي الإسرائيلي وكلما زادت تصديق الرواية الفلسطينية وتكديم الرواية الصهيونية شكرا عكس الأجيال السابقة إذن هو يروج حقائق مجلس حقائق أفكار مكذوبة على أن وهي عمل استراتيجي ربما بحاجة إلى عمل استراتيجي مقابل وهذه ضرورة كبيرة جدا في هذا التوقيت شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وقبول الدعوة في راس أبو هلال الكاتب المقال بعنوان الإمارات والاحتلال ما هو الأخطر من التطبيع دعونا مشاهدين نتوقف عند فاصل قصير ثم نؤد من جديد مشاهدين نرحب بكم والآن سنتحول وإياكم إلى قراءة في عنوين الصحافة العربية ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب من ضمام ضيفنا في الاستيديو الصحفي مجاهد الشاتي مجاهد أهلا وسهلا أهلا بكم فيك معنا لدينا ثلاث من العنوين في الصحافة العربية ومن ثم لدينا عنوان رابع هنا من الصحافة العبرية دعني أبدأ من صحيفة القدس العربية الصحيفة عنونت وفد بحرني في القدس المحتلة والاتحاد الإماراتية تروج لرحلاتها بهيكل سليمان نعم هذا كان الموضوع لافت وتحدثت به العديد من الصحف العربية لأن الموضوع بالفعل كان لافتا اللافت في الموضوع أن شركة الاتحاد اتحاد الطيران الإماراتية كانت تروج لرحلاتها التي تم الاتفاق عليها بين الإمارات وبين إسرائيل عن 28 رحلة إسبوعية الغريب في الموضوع أن الترويج أتى لما يسمى هيكل سليمان وهي الرواية الإسرائيلية المزعومة عن المسجد الأقصى المبارك كان هذا الترويج يضمن موضوع هيكل سليمان إضافة أن رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد تكلم عن موضوع أيضا خطير خلال رئيس الشركة رئيس الشركة عفوا هو رئيس تنفيذي أنا المقصود بهذا الموضوع شو كان يقول أنه لما أعلن عن هذا الموضوع أعلن عن إطلاق رحلات الشركة بين العاصمة الإماراتية أبو طبي والعاصمة الاقتصادية لإسرائيل تل أبيب سمها العاصمة الاقتصادية وهذا ضمنيا اعتراف بأن القدس هي العاصمة الإسرائيلية لعاصمة الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تعترف بذلك سوى إسرائيل الكثير من حتى القدس العربي تفاجأت بهذا الموضوع أنه لم يكن هناك تضبيع لعلاقات رسمية هناك تماهي في الروايات الإسرائيلية حتى أن الإعلان لم يقتصر فقط على جبل على ما اسموه هيكل سليمان أو نحن هو المسجد الأقصى المبارك حتى أنه تضمن أحد معالم المدينة القديمة مدينة القدس القديمة وعلى أنه أحد المعالم الإسرائيلية الموضوع الآخر الذي ربطته الصحيفة هي استغربت أنه كيف يمكن أن يكون ذلك متزامنا مع إعلان إسرائيل عن مصادقة لمئات الوحدات الاستيطانية بين ضفة الغربية وما بين جنوب الضفة وبين القدس وتحديدا في منطقة بيت صفافة الفلسطينية فعليا حركة السلام الآن الحركة الإسرائيلية المناهضة للاستيطان انتقدت هذا الموضوع لأنه يعني بالحرف الواحد وكما قالت السلطة الفلسطينية يعني فصلا ويعني قتلا لحل الدولتين لأن هذا الموضوع يكون هناك فصل فكان الموضوع متزامن مع هذا الموضوع بالحرف الواحد طيب اسمح لي ننتقل لنكسب مزيد من الوقت إلى الصحيفة الثانية والعنوان الآخر معنا في هذه الحلقة من الشرق الأوسط روسيا وإيران تراقبان اختيار خليفة وليد لمعلم وزير الخارجية السوري الذي رحل عن الدنيا قبيل يومين نعم صحيفة الشرق الأوسط تكلمت باسهاب عن هذا الموضوع لأنه رحيل وليد المعلم يعني رحيل ما اسمته الصحيفة الوجه الناعن للنظام السوري المعروف بأبو طارق والمعروف ببياناته المخملية يعني التي اشتهر فيها بأن سوريا تعاني من حرب كونية أو هي تحارب عليها حرب كونية لأن سوريا مثلا من أحد خطاباته يعني الكثير من الخطابات يعني أنه نسي الخارطة الأوروبية كانت هناك الكثير من علامات الاستفهام والجدل لخطاباته لكن كان يعرف بالوجه النعم النظام بالنسبة لعلاقاته المعروفة مع العديد من الدول الإقليمية والغربية الصحيفة سريعا هي تعمقت بمن سيخلف وليد المعلم وليد المعلم بالمناسبة هو ثالث وزير خارجية فقط خلال خمسين سنة مما يعرف بالحركات التصحيحية معروف من أنه من رجالات حافظ الأسد القلال الذين بقوا في السلطة نحن نذكر خدام نذكر فاروق الشرع كلهم ذهبوا ولم يبقى سوى هو تقريبا من الرجالات القديمة المهم أن الصحيفة ما تكلمت به عن التغييرات الجذرية التي يقوم بها بشار الأسد على المستوى القيادة السياسية والأمنية والاقتصادية تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات بصراحة تكلمت عن فيصل المقداد وقالت أن هذا الرجل هو الأقرب إلى إيران تكلمت أيضا عن معاون وزير الخارجية واسمه معاون وزير الخارجية أيمن سوسان وهو قريب من روسيا وتكلمت أيضا عن سفير منذوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري القريب أيضا من طهران لماذا تكلمت عن هذا الموضوع؟ لأن دمشق الآن تعاني أو دمشق الآن ترزح تحت الملعب الدولي والإقليمي على ساحتها هناك لعبان إقليميين مهندان أن تكون هناك موافقة خارجية على أي اسم قد يطرح وبالتحديد طهران وهو أمر مشابه للبنان المجاهد هناك محاولات لإيجاد توافق على مسمى رئيس الحكومة وتشكيل أيضا أسماء الوزراء التي سيتقلدون المناصب والوزارات في هذه الحكومة الأخبار اللبنانية تشير إلى الموضوع وتقول واشنطن تمنع تأليف الحكومة نعم صحيفة الأخبار هي صحيفة المقربة من حزب الله وبالتالي العنوان يدل على الفحوة أن واشنطن تمنع تأليف الحكومة نحن نعلم أن الآن هناك كباش ما بين محور المقاومة المعروف بمحور المقاومة الذي تمثله جريدة الأخبار في لبنان القريبة من هذا المحور وكانت تتحدث عن الكثير من ما يحدث في الصالونات السياسية وعن الهمس ما بين الوزراء وما بين الكتل فهو هذا الكلام أن واشنطن تمنع وضعت فيتوهات أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والآن الحكومة تروح مكانها ما هي هذه الفيتوهات؟ أن الموضوع لن أن واشنطن أبلغت وخاصة خلال لقاء الحريري مع السفيرة الأمريكية في لبنان أن واشنطن أبلغت الحريري صراحة أن بلادها ترفض تمثيل حزب الله في هذه الحكومة أو أي أحد ينوب عن حزب الله من الاختصاصين أحيانا يكون هناك وزير مختص يقول أن هذا مقرب من حزب الله ولا يكون حزبي هذه كانت فتوى سياسية للالتفاف على العقوبات الدولية لكن هذا الموضوع كان الحريري يعول على غد طرف أمريكي هذا الموضوع انتهى ولذلك الحكومة لم يكن طرد عنها الواشنطن أعتقد أنها صعبة اسمح لي مجاهدة تحول الآن إلى هذه الجولة في الأخبار المنوعة ثم نعود في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ سلطات أثنات تعثر على رأس الإله هيرميس بحفرة صرف صحي المعسل وحلاقة اللحية تتسببان في إيقاف قاضيين بالسعودية هروب مدع للنبوة من جنوب أفريقيا قبل محاكمته بالفساد أفدت وزارة الثقافة اليونانية بعثورها على رأس من الرخام للإله الإغريقي هيرميس تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد على الأقل خلال حفريات لتحسين النظام الصرف الصحي وسط العاصمة أثناء وأوضحت الوزارة في بيان أن الرأس الذي عثر عليه على عمق 1.3 متر تحت رصيف شارع أيولو المزدحم تعود إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد أو بداية القرن الثالث قبل الميلاد وهي في حالة جيدة وتمثل الإله وهو كبير السن أحال المجلس الأعلى للقضاء في السعودية قاضيين إلى التحقيق وكف أيديهما عن العمل بعد حكميهما في قضية عرفت بتحريم المعسل والحلاقة وأثارت القضيتان ردود فعل كبيرة في السعودية وتتعلق الأولى بشأن مشروعية حلق اللحية حيث قضى بحرمة حلاقتها وثانية تتعلق بتقدم مواطن سعودي بدعوى تعويض له عن قيمة معسل لم يقم بإيصاله البائع كما التفق وأوضحت الصحيفة أن القاضي أكد على أن بضاعة المعسل تعد من قبيل المال المحرم والقاعدة العامة تقول إن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها هرب واعظ المسيحي مدعي للنبوة برفقة زوجته من جنوب أفريقيا إلى موطنه الأصلي مالاوي قبل محاكمته في قضايا فساد بعدما أطلقت السلطات في جوهانسبرغ سراحهما بكفالة ودع الواعظ شبرد بوشيري أنه كانت هناك محاولات لاختياله واتهم السلطات جنوب أفريقيا بعدم توفير الحماية له وفق ما نقلت بي بي سي ووصف بوشيري قراره بأنه انسحاب تكتيكي يهدف إلى الحفاظ على الأرواح أثناء حديثه إلى مؤيديه على وسائل التواصل الاجتماعي الآن آخر ما لدينا من الصحافة المكتوبة وتحديدا في الصحافة العبرية موقع إسرائيل اليوم عنونا وكتب تقرير استخباري إسرائيلي يدعو لتعميق العلاقات مع إفريقيا وهو استراتيجية أو هي استراتيجية بدأها نيتانياه قبل عدة سنوات نعم لأن أفريقيا اليوم هي محط أنظار الجميع وجهة نظر الكاتب الإسرائيلي الذي ينصح حكومته بذلك أو التقرير الاستخباراتي بذلك لأنه بصراحة أن ينظر إلى أفريقيا على أنها ثلاثة أخطار موجودة فيها بالنسبة لوجهة نظر إسرائيلية أن تركيا رفعت تمثيلها الدبلوماسي خلال آخر فترة أربع مرات ضعفتها وبالتالي القوة النائمة التركية الموجودة في أفريقيا الموضوع الثاني أن الصين توسع من استثمراتها جدا في أفريقيا الموضوع الثالث أن أفريقيا أكثر دولها هي مع فلسطين وهم طبعا وهي أعداد دول كبيرة تؤثر على التصويت في المتحدة تقريبا أن هناك 50 أو 51 دولة في أفريقيا ومجلس حقوق الإنسان هناك دول وازنة كلها تقف مع وجهة النظر الفلسطينية لذلك التقرير الاستخباراتي ينصب أنه الآن يبدو أنهم يعني أزاحوا النظر قليلا عن الشرق الأوسط إلى أفريقيا من أجل أمن القوم الإسرائيلي كما يقول الاستخبارات شكرا لك صحفي مجاهد الشاتي على حضورك معنا اليوم ودعونا الآن مشاهدين أن أتوقفوا وإياكم عند هذا التقرير وفي فحواه آخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا الأردن الأول بكورونا عربيا وإعلان أمريكي رسمي للقاح ثاني احتل الأردن المركز الأول عربيا بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط توقعات بارتفاع مستمر نظرا لحالة المخلطة الكبيرة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية وسجلت المملكة الاثنين وفاة 71 شخصا وإصابة 5861 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية للمرة الثانية خلال شهر يتم الإعلان عن اكتشاف اللقاح يمنع الإصابة بفيروس كورونا قالت شركة موديرنا الأمريكية الاثنين في بيان إن النتائج الأولية للقاحها ضد كورونا أثبت فعاليته بنسبة 94.5% حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية 132 إصابة بكورونا في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى الفلسطينيين إلى 132 حالة بينهم اثنان اكتشفت إصابتهما بعد يوم من الإفراج عنهما بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطينية ويفقى بيان النادي فإن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى في سجن عوفر بإصابة الأسير مؤيد الخطيب الذي يبلغ من العمر 20 عاما من بيت الأحمة وأوضح نادي الأسير أن الأسير الخطيب معتقل منذ 20 يوما ووفقا للمعلومات سيتم نقل الأسرى المخالطين للأسير الخطيب إلى قسم الحجر الصحي بسجن هدرائم الآن إلى آخر محطة جولة الصحافة لهذا اليوم وهي من الصحافة الإلكترونية وأبدأ بقراءة العنوين من موقع الجزيرة نيت الموقع في عنوينه الرئيسية يركز ويتابع أيضا الانتخابات الأمريكية الرئاسية ويكتب بايدن يكشف عن خطة إنعاش الاقتصاد ومزيد من الجمهوريين يدعون ترامب للاعتراف بالهزيمة أيضا خبراء يجيبون على أسئلة الجزيرة نيت ما الذي يريده ترامب برفضه الاعتراف بنجائج الانتخابات وصحيفة الغارديان تكتب فوضى الانتخابات الأمريكية نعمة لأعداء الديمقراطية في العالم ومحام ترامب يقول بحوزتنا أدلة على تزوير الانتخابات الرئاسية ترك موقع الجزيرة نيت ونتحول إلى موقع الخليج الجديد وفيه عدد من العنوين ميزانية السعودية لعام 2021 توقعات غير منطقية والنفط حجر الزاوية وقطر تقول نتواصل مع إسرائيل في أمور متعلقة بالفلسطينيين الموقع أيضا يكتب عن سفاح الجيزة قتل أربعة أشخاص في غياب تام للأمن المصري وأربعة أو عشرة أفلام عن مناهضة الأنظمة في مهرجان القاهرة السينمائي فاوتشي تقول نتائج لقاح مديرنا المضاد لكورونا الرائعة بشكل مذهل نترك موقع الخليج الجديد ونتحول إلى موقع عربي الموقع في عنوينه الرئيسية يكتب بدعوة من ابن زايد نتانياهو في الإمارات الشهر المقبل وهاء آرتس الصحيفة العبرية المعروفة تكتب حي استيطاني جديد في القدس يقطع تواصل الفلسطينيين ومقتلوا إسرائيليين في انفجار بمصنع للمعادن في سدود أيضا انسحاب محامين لترامب من قضية انتخابات بنسلفانيا في وقت حرج آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يقول انتهاء مهلة استسلام قوات تيجراي عملية جوية دقيقة تجدد القتال في أبيان جنوب اليمن والقوات الحكومية تتقدم وبرلمان تركيا يناقش الثلاثاء يعني اليوم إرسال قوات إلى أذربيجان الصحيفة تكتب ترامب خطط لمهاجمة إيران الأسبوع الماضي لكنه تراجع واحتجاجات شمال سوريا ضد مؤتمر الأسد لعودة اللاجئين آخر العنوين التي سنقرأها ستكون من موقع بي بي سي عربي الموقع أيضا يركز على الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويكتب بايدن يحذر من خطر ارتفاع وفيات كورونا بسبب رفض ترامب التنسيق يعني هنا يحمل بايدن ترامب مسؤولية أيضا كبيرة بشأن عدد الوفيات خمسة أسباب وراء فوز جو بايدن لماذا قسر دونالد ترامب يتساءل الموقع دعونا نكتفي بهذه العنوين مشاهدين من المواقع الإلكترونية